خلينا دلوقتي نروح لمقال لحظة الصدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد نشرت في جريدة أخبار اليوم هذا المقال تحت عنوان الحركة بركة قالت فيه في هذه الأيام قررت جمعية أهلية أن تحيي هذا الشعار بعمل رالي بعنوان الحركة بركة الرالي مخصص لكبار السن من فوق الخمسين سنة حتى آخر العمر من أفنوا حياتهم لأولادهم وأصبحوا في حاجة للرعاية والاهتمام دعتني صدقتي دكتورة هناء الهلالي أستاذ الاقتصاد للمشاركة معهم لم أستطع المشاركة لانشغالي صحيح أني أكتب هذا نظرا لظروف نش المقال قبل إقامة الرالي والحكم عليه ولكن الفكرة نفسها أعجبتني وهي تستحق التشجيع فرياضة المش من أفضل الأشياء التي يمكن أن يقوم بها أي شخص خاصة كبار السن وهو يقوّل عضلات ويساعد على عدم زيادة الوزن ويقلل الإصابة بأمراض القلب والضغط والسكري والسكة الدماغية وصرطان القولون ويعالج القلق والاكتئب